تتنوع مصادر الفساد التي تستنزف الاقتصاد العراقي بيد أن عمليات التهريب تبدل أكثر تنوعا واتساعا حيث تشمل تهريب المخدرات والوقود والسلع وحتى البشر وأخيرا عمليات تهريب العملة التي ازدادت وطيرتها في الآونة الأخيرة ببلد يغيب فيه القانون وتعلو لغة السلاح موقع ميدلست آل البريطاني قال إن ما لا يقل عن 70 مليون دولار تهرب يوميا من العراق مشيرا إلى أن مالكي شركات صرافة متورطة بتهريب العملة أكدوا أن مضايقات الأجهزة الأمنية فاقمت حدة الأزمة وضعفت عمليات التهريب خلال الأسابيع الماضية لا سيما عن طريق البر وينقل ميدلست آل عن مسؤول مالي قوله إن الأشخاص الذين يحاولون إخراج الدولار من العراق هم إما دول مجاورة تعاني من مشاكل السيولة أو أشخاص يحتاجون إلى غسيل أموالهم عن طريق بنوك خاصة أنشئت لهذا الغرض وتحمى من قبل متنفذين الغريب في الأمر أن عمليتي غسيل الدينار وتهريب الدولار متشابكتان في العراق ويكمل كل منهم الآخر يشارك فيها لاعبون محليون وإقليميون ودوليون إذ تتطلب الجهود المبذولة لتضييق الخناق أعواما مفقا لميدلست آي الذي أكد تحذيرات من مسؤولين مصرفيين من أن استمرار الوضع كما هو عليه الآن يعني انهيار الاقتصاد العراقي قريبا وعدم قدرة الحكومة على تأمين الرواتب وتمويل المشاريع التشغيلية معظم أولئك الذين يديرون شركات صرافة الدولار هم أدوات جاهزة للحرق كلما دعت الحاجة في حين يختفي اللاعبون الحقيقيون حيث أدت الضغوط التي فرضها مجلس الاحتياط الفدرالي الأمريكي على البنك المركزي العراقي إلى الحد من التدفقات غير المشروعة للدولار وبالتالي شل الأسواق العراقية ويقول أعضاء برابطة المصارف العراقية الخاصة إن الإجراءات الرقابية تسببت في إحجام التجار وأصحاب رؤوس الأموال عن المشاركة في مزاد العملة لتجنب الكشف عن هوياتهم والغرض من التحويلات المالية وهوية المستفيد النهائي ومعلومات حساسة أخرى وبالتالي زاد الاعتماد على السوق السوداء لتأمين الدولار ومن ثم تهريبه إلى خارج العراق